رغم قرب مرور عام كامل على فجعة درنة التي خلفت آلاف الضحايا والمفقودين وخسائر مدية لا حصر لها لأن وعود إعادة إعمار المدينة لم تكن على القدر المعلن عنها تهاون الجهات المختصة في التعامل مع ملف درنة تحدث عنه عضو لجنة الأزمة في درنة حمد الشلوي أكد عدم صرف أي قيمة من الميزانية المعتمدة لإعادة الإعمار من البنك الدولي والاتحاد الأوروبي ومجلس النواب وحكومة الوحدة التي تقدر بـ 15 مليار وإن أن ما يعرف بالقيادة العامة نظمت مؤتمرا عالميا لإعادة إعمار درنة والمناطق المتضررة من الفيضانات اعتمدت شركات صينية وألمانية ولم يتحقق شيء لأسباب غير معروفة وفي تصريحات للأحرار أشار الشلوي إلى أن لجنة الإعمار التابعة لمجلس النواب تنجز مشاريع عبر شركات وطنية ومصرية لم تشارك في مؤتمر الإعمار قائلا إن عملها يسير بطريقة كلاسيكية ألم يتم الإنجاز حتى الآن وفق تعبيره وفي شهر إبريل الماضي أعلن مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية بالأمم المتحدة أنه يعمل على إعداد خطة انتقالية للتركيز على التعافي المبكر وإعادة الإعمار وتسليم بعض المهام المتعلقة بالدعم الطويل الأجل من خلال إطار الأمم المتحدة للتعاون في مجال التنمية المستدامة وذلك بالتزامن مع انتهاء مرحلة الاستجابة لحالات الطوارئ في المناطق المتضررة من الفيضانات وكان البنك الدولي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة أكدوا في تقرير مشترك لهم أن احتياجات إعادة الإعمار والتعافي من الأضرار الناجمة عن فيضانات إعصار دانيال بدرنا والمناطق الشرقية قدروا بمليار وثمانمائة مليون دولار وينا أن الكارثة أثرت على مليون ونصف المليون شخص بشكل كامل إلى جانب تعرض أكثر من ثمانية عشر ألف وحدة سكنية للدمار أو التضرر ما تزال مدينة الصحابة منذ 12 شهرا تحت وقع كارثة دانيال على كافة الأصعدة وكأن وعود الإعمار المحلية والدولية حبيسة الأوراق مع تزايد مخاوف سكان المدينة وسط انعدام الرقابة والعشوئية من اختفاء أي أموال خصص للإعمار أو استغلال الحادثة من عديد الأطراف داخل البلاد ماديا وتوظيفها سياسيا